اشتركوا في القناة خاصية لرفع الملف ومن ثم طبعا التعامل في الكنترولر بعد ما استقبل هذا الركوست الذي يحتوي على الملف احتاج ايضا الى تعديل في الديتابيس في قارة البيانات في البوست تابل بحيث ان يكون عندنا فيلد او كولوم يحتوي على الصور المتعلقة بهذا البوست لكن بداية احب اروح طبعا كالعادة الى الموقع لربال ونشوف هو عملية التحميل كيف تتم وايضا وين يوجد الكونفجريشن من المهم اننا نحن نتعلم ايضا يعني اذا صارت عندنا اي مشكلة اذا كان عندنا المتطلبات للمشروع مختلفة عن هذا الفيديو فمكانك تعرف من وين تحصل المعلومة طبعا في فايل ستوريج مشارح كامل متكامل في لارفال الكونفجريشن يوجد طبعا كالعادة تحت الكونفجريشن فولدر راح نروح عليه على السريع ونلقي نظرة عليه التمييز طبعا اللي هو البي اتش بي او لارفال عف افوا يحتوي على عدة درايفرز يعني يكون عندك في الكونفجريشن عدة درايفرز وتستخدم هو الستوريج الفساد طبعا عندك يكون هو اللوكل درايفر هو الديفولت اعتقد بالعادة بنشوف في الكونفجريشن بمكانك ايضا تعمل ابلود الى اسف تي بي الى امازون الى راك سبيس طريقة جدا جدا رهيبة وسهلة جدا بعد ما تتعلم هو اللوكل يكون سهل جدا عندك طبعا كل درايفر فيه كونفجريشن معين ربما في دروس متقدم ان شاء الله او في درس منفصل عن هذه السلسلة راح اقوم برفع الى امازون اس 3 بحيث ان نشوف كيف عملية نرفع صورة واقرأ صورة من موضوع امازون بس هو بشكل عام مشابه للوكل طبعا الكونفجريشن معاك موجود هنا هذا مثلا الراك سبيس عندك اللي هو الكاشينج كيف تتعامل مع الاستوريج باستخدام هو الاستوريج فساد اللي موجود معاك طبعا استخدم بوت عندك تقرأ الدسك اذا استخدمت بدون استخدام كلمة دسك راح يكون الديفولت معك في الكونفجريشن هو الافتراضي ان انت عملتها في الكونفجريشن واذا عملت مثلا ستتعامل اكثر عن دسك احيانا تتعامل في البروجيك اللي هو اللوكل وفي الكلاود على سبيل مثال وهذا بشكل عام الان نذهب الى المشروع طبعا نذهب اول شيء نروح على الكونفجريشن فولدر ونشوف هو نعمل كنترول بي راح نشوف نبدأ من البداية طبعا عندك هنا الانفارمت ياما ياخذ من الانفارمت او الديفولت طبعا يكون معي اللوكل انا راح استخدم اللوكل عندك طبعا هو اذا تريد تستخدم كلاود مثل استري مثل ما تكلمنا هنا عملية الدسك اللي عندك انا على سبيل المثال اللوكل راح يتعامل مع الستوريج باث اللي هو الموجود تحت البيبليك راح ياخذ هو الاب وبعد انا اي فولدر انا اخذنه راح يكون اب فولدر بعد ذلك الفولدر اللي اطلب منه يخزنني هذا هو الستري وممكن نضيف اي دسك على سبيل المثال انت تريد تعمل حتى اعتقد في اي يعني ابلودينج فايل حتى تقدر تستطيع ان تعمل الدرايفر معك انت بس ما اذكر البرودكت حاليا اذا اتذكرت خلال الدرس راح اقول لحلكم لكن الان نبدأ طبعا العملية انا اريد ابدأها بالديتابيز راح نخلق طبعا كلير اللي هو فولدر او عفوا نكولم في البوست تابل مثل ما رأينا راح يعمل البيتش بي ارتسن ميك ميغراشن راح نقل طبعا هذا شفنا هذا الكوماند اللي قبل اد راح يكون هو التابل مثلا اميج تو هذا اسم الميغراشن تو واخر شيء هذا نيم بعد ما اعمل طبعا البيتشن لهذا الميغراشن راح ادها بالفولدر طبعا يكون الميغراشن تحت البيتشن طبعا هذا بيكون معي هنا موجود رأينا طبعا هذا الكولم لما اعملنا اليوزر اي دي هنا راح يكون مثل ما اعملنا في اليوزر اي دي بهذا الطريقة اللي هو تابل مثلا انتجر راح يكون هنا تابل هو اسم الكولم طبعا سترينج بنسميه هو اميج لما يبدو طبعا الميغراشن يحتوي ايضا على اب وعلى داون مثل ما رأينا لما يعمل رولباك لازم يشغل على هي الموضوع اللي هو داون ايضا بيكون تابل اه دروب كولم واسم الكولم هذا رأينا طبعا من فلما تكلمنا قبل قليل في موضوع اللي هو ادنج اه يوزر اي دي في البوس تابل فما عملنا دروب عملنا ايضا دروب كولم التذكير فقط نذهب الى طبعا الميغراشن اللي عندنا هنا اه دروب كولم كولم غلط كولم كولم اعتقد الان تكون في الاخير نعم فعلا الان في الاخير بعد ما اضف طبعا تغييرات اه راح اذهب الى كطبعا php artisan migrate يعني اقوم بعملية الميغراشن للفايل اللي اعملته قبل قليل اعمل لي ميغراشن اذهب للتأكد فقط الى الديتابيز اعمل رفرش لو تلاحظوا انه معاي هنا في الاستركشن روح السهل يكون واضح معي طبعا هو الامج موجود فهذا الخاصية وجدناها الان نذهب الى الصفحة صفحة الموقع وطبعا في عملية الكريت لازم اعدل في الفورم اذهب الى control create ننزل طبعا هو التيرمينل قليلا في حالة الفورم لازم نغير هو الانكريبت يكون عبارة عن ملتي ملتي بارت فورم ديتا عشان اقدر اخزن الفايل لازم اغير الفورم يكون انكريبشن الى ملتي بارت فورم ديتا وهذا html عادي انا اعتقد لجميع المتابعين يكون عندهم خلفية عن هذا الموضوع فورم جروب الان راح اضيف الفايل field جروب اوكي بيكون عندي input file النام راح اسميه مثلا cover image cover image id cover image ويضا راح اضيف لكلاس form control file هذا كلاس موجود في bootstrap هذا الخطوة اللي احنا راح نعملها الحين حاليا لما عملت refresh الان بامكاني ان نختار اي ملف صورة على سبيل المثال لكن لازم انا استقبل هذا الريكوست في طبعا هو مثل ما عارفين حنا نعملنا هذا الريكوست اغلق الملفات فقط messages نذهب ل post controller اغلق الملفات post controller طبعا هي المثود المسؤولة عن استقبال هذا الفورم مثل ما شفنا طبعا هي store method فاول خطوة انا راح اطبع فقط الريكوست راح اطبع فقط الريكوست اللي هو dd function مثل ما شفناها دائما حاول في حالة تعمل شي جديد انك تعرف ايش الريكوست يحتوي على هذا على سبيل مثال الريكوست الجيد اللي انت طلبته فراح اعمل انا cover image file cover image استقبل وعمل print ونشوف ايش الخصائص اللي موجودة ممكن نكتب هنا اي شي نرفع الصورة نعمل send نرسل لو تلاحظوا راح يكون معي request uploaded file وفي خصائص كثيرة منها path file name extension على سبيل المثال واشياء كثيرة size فمعنات انا الحين حاليا استقبل الملف اللي رسلته عن طريق اللي هو form الان بامكاني طبعا نتأكد الحين بامكان نعمل validation راح ارجع للvalidation او ممكن نعمل validation حاليا انا اريد اعمل validation ايضا لcover image cover image راح يكون عبارة عن طبعا يكون عبارة عن image حد اكد هو validation اللي عملنا يكون عبارة عن image بعد ذلك راح احط الcon conditions الثانية اللي هي بيكون m m i m m nوع اللي image تكون عبارة عن jb g على سبيل المثال كل الخيارات اللي انا لدي استقبلها png بعد ذلك راح احط max يعني الsize يكون عبارة عن 199 الان راح نعمل طبعا check اللي هو if statement if اذا كان file موجود بهذا الاسم راح يكون file has او request عفوا request has file اذا كان موجود file has file اسم الفايل بيكون اللي استقبلته من الفورم اذا كان موجود راح اعمل طبعا variable جديد اسمه file راح احط في هذه الفايل معي اللي جبته من الفورم بيكون file باسم cover image عشان نقدر اتعامل معه اطلع extension وتطلع التفاصيل cover image اول خطوة بعد ذلك راح عمل store راح نجرب فقط عملية store اللي هو التخزين بالطريقة البسيطة store بنخزن نخزن هذا الملف فيه طبعا اللي هو بيكون public 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 نعطيه اسم folder cover cover images الفولدر راح نخزن فيه هذا الملف راح اخزن هذا في variable اسمه path ورح اطبع path dd path قبل نروح الdatabase ونخزن طبعا اسم الصورة وما شبه ذلك على السريع نجرب فقط الابلود البسيط راح يكون هنا equal فخزن طبعا الصورة في الفايل بعد ذلك رفعت الملف الى public cover images cover images وطبعت path اللي يرجع لي من الفورم فراح اروح اجرب الان ممكن اعمل refresh هنا في create نعمل test نعمل create cover image must be a file of type jpeg pmpn png فيها غلط عندها هنا بتكون png وليس pnd نجرب مرة اخرى نرفع ملف اي صورة نخزن الان طبعا طبعتنا الباث هنا وتلاحظوا طبعا الباث ورفع في public cover images ما شبه ذلك نذهب ايضا الى الفولدر على السريع فتحت الستوريج راح يكون معي public لو تلاحظوا هنا folder والصورة موجودة مرفوعة بهذا الطريقة فمعناته ان الابلود بسيط جدا ويرتفع الان فقط اريد اخزن باسم معين ما اريد اخزن طبعا الباث بهذا الطريقة فرا اعمل شي مؤقت اللي هو بيكون عبارة عن extension اخذ extension من file extension هناك function اسمها get client original extension يعطيني extension يخزن معي في variable بعد ذلك اراح عمل file name variable عبارة عن file راح يكون عبارة عن text مثلا cover underscore image concatenate مع underscore concatenate مع time function في php concatenate يعني نتصل مع بعض مع dot عشان يكون extension واخر شي يكون نوع الملف concatenate مع variable يكون extension بعد ما عملت الملف الان راح استخدم function ثانية واللي save as اللي تعطيني الخيار ان انا خزن الاسم ب file name طبعا الpath هذا احتاجه راح اطبع الفايل الحين الpath ونشوف الفرق بين اللي هو عملنا في الدرس بدون من الابلود راح نجرب ان شاء الله يكون يشتغل بطريقة صحيحة client original client original ما هو خطأ عندي في spelling نجرب مرة اخرى طبعا الحين حسب ما اريد انا طبعا cover image png بعد ذلك اخزنها في database نروح على الصور مفروض تكون موجودة معي ايضا على السريع هنا موجودة فالان الابلود يشتغل معي بطريقة صحيحة مجرد ان نخزنها في قاعدة البيانات فنذهب الى post controller الان ال path معي موجود طريقة صحيحة في حالة else طبعا else يعني يكون الملف غير موجود انا اريد اخزن ال path يكون عبارة عن no image no image png اريد اخزن هذا الصورة وارح ارفع صورة من تحتوي على اسم no image يعني في حالة ان ال user ما عمل upload لأي صورة راح نحط مثل ما نسميه placeholder هو عبارة عن path بعد ذلك راح نخزن هنا post image عندنا image قاعدة البيانات بيكون عبارة عن path اريد اخزن path فقط في قاعدة البيانات لذلك اريد استدعي بعد ذلك في show وفي صفحة index لما اريد اعرض كل الصور بعد ما يتخزن طبعا الامور تكون اراحش ل dd function نجرب الان بطريقة متكاملة راح نعمل مثلا learn learn laravel code جديد نرفع الملف بسم الله الان طبعا تم ادراج هذا الملف او هذا الصورة المفروض الان في قاعدة البيانات المفروض نجد صورة نذهب قاعدة البيانات نعمل refresh في post نذهب البروز و تكون عفوا في براوز رقا عادة البيانات لو تلاحظوا ان معي الملف مخزن هنا public cover image وكل الصورة موجودة هنا استطيعنا استدعيها في اي وقت الان خزن نها طبعا الخطوة القادمة هي نعملها show في show page لما تروح على show page او في index عفوا نروح على index على السريع او لا اريد ارفع الصورة اللي خبرتكم عنها اول شي فقط اللي هي في انا عملت download او عملت في google بحث google طلعت صورة no image هذه هي الصورة طبعا no image انا راح اخزنها في cover images تكون موجودة معي placeholder ذا كان اليوزر ما رفع الصورة راح تتخزن معي no image dot png على سبيل المثال لو رحتنا الان الى الفورم وعملت post جديد بدون صورة عملت مفروض ان يخزن قاعدة البيانات معي اللي هي no image تكون عبارة عن no image او ممكن نحط تلباث كامل بطريقة واخرى الان نذهب طبعا عشان نستطيع ان نعمل show لازم في حاجة اسمها link نعمل link اللي هو نذهب الى الموقع اللي هو لازم نعمل رن لهذا command انه يعمل public يحول public كأنه يعمل copy الى public folder الموجود في الاعلى عشان تكون الصورة واضحة حاليا نحنا نتعامل عشان تكون الصورة واضحة جدا نلاحظ نحنا نتعامل هنا في storage storage لا يستطيع انه يحصل على access في هذا الفولدر نعمل link بين هذا الفولدر وبين public folder بيكون هنا في public folder لازم اشوف هنا الصورة تكون موجودة معي هنا عشان كذا لازم اعمل هذا command نرفع هذا في الاعلى HP artisan storage link لازم يعمل link ستراحظ انه يعمل هنا public سيشو سيوريني طبعا هنا كل الملفات اللي موجودة نعمل refresh فقط نذهب الى public storage معي ويكون معي الصور موجودة هنا اي تغير يتم هناك سيعمل كأنه يعمل نسخة في هي public بحيث انه استطيع انه ادخل عليها من اي مكان فالان الصورة هنا موجودة لكي استطيع طبعا في صفحة الهو الview او في صفحة الاندكس لما نذهب الى resources الى posts في صفحة الاندكس انا اريد اوري الصورة هنا اطلع الصورة في كل بوست لازم يكون معي طبعا image هنا ممكن تكون الامج نحط هنا طبعا الامج اللي موجود داخل الرافال يكون عبارة عن asset استخدم asset للدخول على طبعا الpath للصورة بيكون post image ربما يكون معنا خطأ في الpath راح نتأكد منه عملية تخزين للصورة في الديتابيز احيان نحتاج فقط الاسم ممكن نلعب في الصورة في الpath راح نجرب الآن فقط نعمل asset هو اللي ودينا على صفحة طبعا الاسم معناته ياخذنا على public folder راح نشوف الآن ممكن نعمل طبعا refresh هنا ونشوف هل طلعت الصورة ما ظهرت معنا الصورة معناته في مشكلة نذهب الى code ونشوف طبعا الحين حاليا يعمل ليه هو public storage public storage cover image اللي موجود الديتابيز هو المفروض يكون بهذا الطريقة فقط لو نلاحظ مفروض يكون storage cover images بيكون هنا folder cover images عشان تظهر مع الصورة لازم يكون معي هذا path فراح اغير فقط في عملية saving تذكرون في عملية post لما نحن عملنا حين آليا عملنا الآن store as file name خزن فقط الاسم فتخزن معاي هو path كامل هو path عفوا فان path ما راح تاج الان path راح اخزن الملف راح اتعامل فقط مع file name الاسم صورة وغير طبعا الهو file name هنا ما راح يتغير طبعا ايو path راح اغير file name file name في التخزين راح اخزن file name ولن اخزن path الآن فقط عملية تغيير بسيطة نذهب الآن نعمل create post جديد new post with image نعمل طبعا upload اعمل upload نعمل refresh نلاحظ فقط هي اسم الصورة الآن كل concatenation راح نضيف في صفحة الاندكس راح يكون عبارة عن هنقلنا نحتاج الى storage 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 slash cover images الفولدر مع concatenate معي هيو post الصورة الموجودة داخل database نعمل refresh نذهب الآن الى الموقع الآن عمل معي طبعا نشتغل معي فقط هي عملية الوث ممكن نغير العرض او height height راح نخلي 200 مثلا عسل المثال ما راح نضيع وقت في تعديل طبعا الview طبعا الصورة الان معي موجودة فقط لما اعمل ايضا في اللي هو show post راح اذهب على السريع ونغير في اعمل copy اول لهذا الكود نذهب الى صفحة الشو ctrl b في صفحة الشو طبعا معاي حاليا اللي هو new post with image title text ممكن حط بعد title ممكن بعد title راح نعمل هنا صورة او قبل نجرب هنا صورة تكون معاي هنا طبعا بخلي height 400 ممكن width 400 700 او الوقت يكون 700 طبعا ممكن تغيير المرة نضيع وقت في عمل التعديل حاليا طبعا الصور تعمل بشكل جميل حتى لو ظهرت هنا هنا في الصورة عمل يترفع الصورة راح ارفع صورة ثانية مثلا javascript ممكن نعمل اي صورة من الداونلود معاي هنا ولا سبيل مثال هذه صورة الكود معنا صورة قصدي القناة فتقد تغطينا معظم الاشياء اللي في رفع الصور اتمنى ان يكون الفيديو مفيد لكم جميعا كمراجعة نحنا عدلنا طبعا في الفورم احتجنا الى فورم create اضفنا طبعا هنا اللي هو ملتي بارت بعد ذلك معظم التغييرات قمنا فيها طبعا عن طريق اللي هو صورة موجودة او لا لعبنا باسم الملف حملنا اسم مؤقت بعد ذلك قمنا هو التخزين عن هذا اللاين فقط بعد ذلك خزين طبعا يامل الى او يكون هو الفايل نيم اللي عملت الابلود في قاعدة البيانات وبعد ذلك في الاندكس استدعيت صفحة طبعا اللي هو الاسس اللي موجودة في public وما ننسى نعمل طبعا هذا الكوماند اللي هو يكون يعمل لي link يعمل لي كوبي للستوريج داخل public بحيث ان يكون accessible واستطيع ان اشوف من طبعا هذا الصفحة بعد نهاية الفيديو رح ارفع بعض الصور بحيث ان يكون موقع شكل اجمل او مع الصور بشكل كامل ان شاء الله الدرس الاخير رح يكون عبارة عن رفع هذا الموقع على الانترنت شكرا على المتابعة ونتمنى التوفيق لجميع ان شاء الله